أهلاً أحبائنا مشاهدينا هذا اليوم يوم خاص العالم بيحتفل في عيد الحب وله يعني أسماء كثيرة البعض بيسمي عيد العشاق عيد الحب أو عيد الفالنتين فبحب أقدم لكم في هذه الحلقة كل محبة وكل أمانة وكل فرح وكل سعادة تغمر كل شخص بيشاهد هذه الحلقة طبعاً خليني بالأول أعطيك خلفية سريعة جداً أنه هذا عيد الحب هو طبعاً تسمى بعدين عيد الحب أو عيد الفالنتين كلمة فالنتين بتعني الشخص القوي أو القادر أو الجبار هذا العيد هو عيد مسيحي وطبعاً يعتبر تكريم للقديس فالنتين الشهيد اللي قتل على يد الرمان في القرن الثالث وبعد هاي الفترة طبعاً فيه صار مسميات كثيرة لكن باختصار أصبح هذا العيد المسيحي عيد عالمي ولكن بالأساس هو كان عيد استشهاد هذه الشخصية العظيمة فالنتين ومنها صار اسم عيد الحب أو عيد القديس فالنتين اللي كان في روما يقال طبعاً تاريخياً إنه كان بيصنع المعجزات رد البصر لابنة السجان في سجن في روما وكان طبعاً يعني يعتبر كسر للقوانين الرومانية لكثرة الجنود الروماني اللي اعتنقوا المسيحية فكان يعمدهم وكان يزوجهم أيضاً مما أدى طبعاً إلى مذبحة وإلى استشهاد هذا القديس فإذا طالما إنه لنا العالم بيحتفل في عيد الفالنتين بغض النظر افهمنا تاريخيته أو الأساس في هذا الموضوع هذا الموضوع بيتمشى يعني مع ما قاله في رسالة يحنى ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل الإخوة وطبعاً كلام المسيح في إنجيل يحنى ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحباه فإذا ظهرت هذه المحبة في شخصية هذا القديس فالنتين وصاروا بيحتفلوا في عيد الحب وطبعاً لا أنكر أنه ما وراء هذا الحدث تقاليد تاريخية كثيرة بدون الخوض في هذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر